موسيقى الجيش الروسي يؤكد نجاح الضربة الصاروخية على مطارات اوكرانيا وروسيا تنتهي من بناء عشر ورش ضخمة لانتاج خازفات القنابل الاستراتيجية الجديدة توبوليف 160M المسالحة بصواريخ روس جديدة وابوتن يكشف للعالم غواصة صواريخ جديدة محدثة من مشاريع الحرب البرد الأديمة الساددة لحرب عالمية ثالثة مع قوات نيتو خلال الشهور القادمة تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزارة الدفاع الروسية تؤكد نجاح الضربة الصاروخية الروسية على اوكرانيا وعلنت روسيا عن استخدام صواريخ وأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة بما فيها صواريخ الخنجر في ضرب جميع شبكات المطارات في اوكرانيا واعلان تدمير جميع البناء التحتية اللي كان بيتم تجهزها لاستقبل المقاتلات الامريكية روسيا رجالة لو كانت سامحت بدخول مقاتلات F-16 الامريكية كانت هتبقى هيصة كانت اوكرانيا هتجي مقاتلات رافال، تايفون، ساب جريبن، مقاتلات ميراج 2000 وكنا هنبص نلاقي ألاف المقاتلات الغربية والطيورين المحترفين المتطوعين من العناصر السابقة اللي خدمت في قوات جيوش الناتو بالتالي روسيا بتستبق وبتحطى مطارات قوات الناتو واي منشآت بتتحط في المطار، اي مدرك بيتبني، اي دوشم، اي هناجر، اي مستودعات عسكرية داخل المطارات في اوكرانيا كل ده بيتم قصفه استباقيا بحيث ان نيتو مايليش ازارة واحدة صالحة لاستبال المقاتلات الامريكية F-16 خاصة مع نوايا اوكرانيا في بناء قنابل نوايا اشعاعية قاد يتم حملاء على المقاتلات الامريكية ومن هنا تدمير مطارات اوكرانيا اصبح دلوقتي على قمة اولويات الجيش الروسي بوتين في اطار التجهيز والاسعداد لحربة عالمية الثالثة مع قوات الناتو بوتين بيسرع خطوات انتاج السلاح والزخيرة وبيحشد كافة القدرات الروسية المتطورة سواء كانت قدرات عسكرية جديدة او قدرات قديمة بيتم اخراجها من قلب المخازن الروسية واعدت تحديثها وتحسنها وتجددها وزي ما شفنا قيام روسيا بتحديث طرات صوريخ زري ادميرال ناخيموف روسيا كشفت عن اخراج غواصة صوريخ ناوية قديمة من نوع اسكار من نفس اطراز المستخدم في الحرب البردة القديمة وقامت روسيا بتحديث الغواصة ناوية القديمة بالكامل واعدت تسلحة بصوريك روز سركون اسرع من الصوت الغواصة الروسية المحدثة او المطورة من مشروع انتي 949 اي ام ودي غواصة خدمت في الجيش الروسي في التسعينات وخرجت من الخدمة ودخلت مخازن البحرية الروسية تخيلوا سنة 97 معنى ان روسيا تخرج غواصة قديمة من المخازن بقى لعشرين سنة كاملة في التخزين وتقوم بتحديثها دلوقتي ده معنى يا جماعة ان في معلومات كارسية جابتها المخابرات الروسية ان الوضع الدولي رهيب خطير لابعد حد وان احتمالية الحرب العالمية الثالثة اقرب مما نتخيل ومن هنا روسيا بتدور على كل سلاح ممكن يمكن تجهيزه وتشغيله حتى لو سلاح قديم في المخازن الروسية من اجل الحفاظ على كامل الجهزية وامتلاك اكبر عدد من الغواصات النووية في مواجهة اساطير قوات حلف الناتو روسيا خلاص اعلنت الانتهاء من عملية التحديث والبادئ في الاختبارات البحرية للغواصة استداد لدخول الغواصة الخدمة التشغيلية الكاملة في البحرية الروسية الجيش الروسي اعد تجهيز الغواصة بنظام دفع شبحي جديد واعد تجهيز الغواصة بانظمة اتصالات وحرب الكترونية جديدة محسنة الغواصة الروسية في نسختها القديمة كانت مسلحة بست فتحات توربيد اربع فتحات توربيد من عيار 533 مليمتر وفتحتين توربيد من عيار 650 مليمتر لاطلاق صواري كروز بحرية مضادة لسفن من نوع جرانيت المسلحة برأس نووي بقوة 200 كيلو تان لتدمير حاملات الطيرات الامريكية كمان الغواصة الروسية في نسختها القديمة كانت مسلحة بصواريخ مضادة للغواصات من نوع SSN 15 مسلحة برأس نووي بقوة 15 كيلو تان قد قوة قنبلة هيروشيما صاروخ مضادة للغواصات مسلح بقنابل نووية الاتحاد السوفيتي كان اي حاجة يعملها او يحط لها رأس نووي حتى صواريخ الدفاع الجوي كانت مسلحة نوويا روسيا جامعة كانت رهيبة في عصر الاتحاد السوفيتي مغزن الغواصة الاديم كان بيشيل 24 صاروخ روز نووي من نوع جرانيت يعني غواصة واحدة قادرة على الاطاحة بأسطول بحري كامل من حاملات طائرات عملاقة ومدمرات صواريخ دلوقتي روسيا عملت تعديلات على تسليح الغواصة الاديمة وشلت قوازف الصواريخ الاديمة وركبت قوازف صواريخ جديدة محسنة لاطلاق صواريخ كاليبر للهجوم الارضي بعيد المدى واطلاق صواريخ تسيركون الاسرع من الصوت بالتالي روسيا شغالة بمنتهاء القوة لتكسيف المنصات الهجومية الحاملة لصواريخ تسيركون لان تسيركون هيكون مؤثر جدا للجيش الروسي في حالة اندلاح حرب عالمية ثالثة مع قوات نيتو وهيكون حجر الزاوية في خط التدمير اساطير قوات امريكا وقوات نيتو وضرب المدن الامريكية في عمق دفاعات قوات نيتو ومن هنا بوتين مهتم جدا بتكسيف عملية نشر صواريخ تسيركون اللي بيتم نشرها دلوقتي بكسافة على الغواصات على السفن حتى طراد الصواريخ الزاري نخيموف ويبيتم نشرها كمان على قوازف صواريخ ارضية للدفاع السحلي من نوع باستيون الغواصة الروسية المحسنة انتي تسعمية تسعة واربعين بعد ما تعدلت وتجددت هتشيل دلوقتي بدل من 24 صاروخ جرانيت بس هتشيل يا جماعة ضيع في التسليح اكتر من 48 صاروخ منوع ما بين سيركون وجرانيت وكاليبر وانيكس يعني الغواصة الروسية المحسنة بقت دلوقتي مدججة بالسلاح ويبقت بتشيل ضعف القدرات التسليحية وضعف القدرات الصاروخية يعني اصبح عند روسيا دلوقتي وحش بحري كامل اصبح موجود في خدمة الجيش الروسي روسيا كمان شغالة في مشاريع بناء وتحديث القازفات الاستراتيجية الروسية روسيا اعلنت الانتهاء من بناء عشر ورش ضخمة لتجميع وتصنيع مقونات قازفات توبوليف 162M ودي احدث نسخة من القازفات الروسية روسيا من سنة 2020 وهي اعلنت عن خطة بناء 50 قازفة صوري جديدة من نوع توبوليف 162M روسيا اعدت تصميم القازفة من الصفر دلان قازفات توبوليف 162 الاديمة اتصنعت في عصر الاتحاد السوفيتي في مصانع الاتحاد السوفيتي وتوقف انتاجها من سنين طويلة بالتالي اما روسيا حبت انها تستقنف انتاج القازفة من جديد ما لقيتش اي حاجة من القازفة الاديمة لا في تصميمات هندسية ولا في خط انتاج ولا حتى المهندسين اللي اشتغلوا على تصنيع القازفة الاديمة في عصر الاتحاد السوفيتي ما كانوش حتى موجودين بالتالي روسيا بدأت في مشروع انتاج قازفة القنابل الجديدة توبوليف 162M من الصفر كل حاجة جماعة اتعملت من جديد خطوط الانتاج التصميم المعدل الكترونيات محسنة انظمة حرب الكترونية جديدة محركات جديدة وحتى تسليح جديد بالتالي روسيا عملت قازفة من اول وجديد نقدر نقول عليها انها قازفة روسية ما تعملش زيها قبل كده وانها لا تحمل اي حاجة من القازفة الاديمة غير جزء من الشكل انما بقدرات وتجهيز وتسليح مختلف تماما تسليح القازفة روسية الجديدة هيكون مبني على الصاروخ المجنح الرهيب كي اتش خمسين بمدى 1500 كيلومتر وده عشان نتكلم عن مواصفاته وقدراته المزهلة محتاجين حلقة كاملة لانه خسر اننا نعدي على الصاروخ دوت بشكل سريع كمان تسليح القازفة روسية الجديدة توبوليف 162M هيشمل الصاروخ المجنح الرهيب كي اتش بي دي وده اطول صاروخ مجنح في العالم من حيث المدى بمدى 6500 كيلومتر يعني اقوى بمراحل من الصاروخ الحالية من نوع كي اتش 101 وان شاء الله هبقى اعمل حلقة منفصلة اتكلم في عن قدرات صواريخ كي اتش خمسين وكي اتش بي دي بالتالي روسيا رجالة مش بتبني جيش دلوقتي ده روسيا بتبني قدرات عسكرية مستحيلة اقوى بمئات المرات من قدرات النيتو العسكرية اللي مازال لسه بيعتمد على صواريخ اديمة بتصميمات اديمة بسرعات بطيئة بمواصفات نمطية اديمة سخيفة جدا بكده الفيديو خلص بتنسوش يا جماعة دعم القناة قناة اخبار عسكرية بطمش على يوتيوب لايك وشير وسبسكراب للقناة اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته